لما الأهلي قرر يعمل رحلة لفريق الكرة يلعب فيها أندية أوروبية ما كانتش دي أول مرة يفكر فيها المسؤولين في الأهلي في رحلة شارجية سنة 1921 كانت أول مرة تفكر إدارة الأهلي في رحلة أوروبية لفريق الكرة وزي ما جي في الكتيب اللي أصدروا الأهلي بمناسبة رحلته الأوروبية سنة 1929 ذكر الكتيب أن سنة 1921 كانت الفكرة أن الأهلي يعمل رحلة لشمال أفريقيا أو في جزر البحر المتوسط زي مالقة أو في سويسرا وفرنسا وبلجيكا وفعلا المسؤولين في الأهلي رسلوا بعض الأندية الأوروبية والاتحادات كان تراجع المسؤولين في الأهلي عن القيام بالرحلة لسببين الأول أن الفريق ما كانش بالقوة المطلوبة اللي تخليه مسل اسم الأهلي ومصر أفضل تمثيل السبب التاني أن المراسلات اللي تعملت مع الأندية والاتحادات الأوروبية كان فيها تفاصيل توضح أن الرحلة حتكون خسائرها المالية كبيرة جدا وفي الوقت ده وزي ما قلنا قبل كده كان الأهلي لسه بيسدد باقي القرد الكبير اللي عملوا سنة 1908 عند تأسيس النادي لكن سنة 1929 لما المسؤولين في الأهلي فكروا في تنظيم الرحلة لأوروبا قرروا أنهم ما يكتفوش بالمراسلات الباردية لازم حد من النادي يسافر بنفسه يرتب للرحلة ويتفق على كل حاجة مع الأندية اللي الأهلي حيزورها خصوصا بعد ما بقى فريق الكرة له شأن كبير قوي وكمان منتخب مصر كان عمل سمعة كبيرة وسمعة كويسة بعد الفوز بالمركز الرابع في الدورة الأولمبية بأمستردام سنة 1928 في الوقت ده كان فيه شركة سياحية في القاهرة بتنظم رحلات لفرق أوروبية بتيجي تلعب في مصر وصاحب الشركة كواجه اسمه ميسيو شينيارا وكان أي فريق بيجي مصر كان بيلعب من أربع لخمس مباريات وبياخد حوالي 1500 جنيه مصري والفرق المصرية بتعود المبلغ ده عن طريق تذاكر المباريات فتم الاتفاق بين داود راتب بي وميسيو شينيارا على تنظيم رحلة لأوروبا للنادي الأهلي بنفس الطريقة الأهلي ياخد مبلغ مقابل أن الأندية الأجنبية تاخد قيمة التذاكر وبدأت المراسلات مع الأندية الأوروبية وفضلت التفاصيل المالية فقررت إدارة النادي الأهلي أن رياضة فندي شوقي أمين السندوق يسافر مع ميسيو شينيارا للاتفاقات النهائية مع الأندية والتوقيع على العقود وتم الاتفاق مع الأندية في تركيا وبلغرية وألمانيا وهولندا وما تمش الاتفاق مع أندية المجر وتشيكوزلوفاكيا ويوغوزلافيا والنمسا وتم تكليف رياضة فندي شوقي أمين السندوق برئاسة البعثة فختم رحلته اللي عملها للاتفاق على المباريات ورجع من هولندا لإسطنبول عشان يستقبل الفريق في نفس الوقت اتشكل الفريق من 18 لاعب منهم 15 لاعب من الأهلي اللي هم مين عبد الحميد حمدي وعزيز فهمي وعلي الحسن ورزق الله حنين وتوفيق عبد الله وأحمد رفعت ومحمد علي رسمي وأحمد سليمان ويوسف الشريعي وممدوح مختار وأمين شعير ومحمود مختار التتش وجميل الزبير وفؤاد صادق وجميل أثمان ومعهم تلت لعيبة من الاتحاد السكندري اللي هم مين بقى سيد حودة ومحمود هودة وجابر السوري وقامت إدارة الأهلي بتوديع البعثة في محطة السكة الحديد في ميدان رمسيس اللي بنقول عليها دلوقتي محطة مصر ووصلت ميناء بورسعيد وغدرت البعثة بورسعيد على الباخرة رشيد يوم 17 يوليو 1929 ووصلت إسطنبول يوم 21 يوليو وقامت البعثة بجولة سريعة في الأماكن الأثرية بمدينة إسطنبول وفي اليوم التاني اتمرن الفريق الصبح وبعدين ارتاح طول اليوم استعدادا لأول مباراة يوم 23 يوليو 1929